بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء طلاب الفرقة الثالثة شعبة إدارة الأعمال إن شاء الله هنستكمل مع بعض مقرر مادة أساليب كمية في الإدارة وإن شاء الله النهاردة هنأخذ المحاضرة الثانية عشرة المحاضرة دي هتبقى مراجعة شاملة على المنهج في البداية هقول لحضرتك المنهج كان مكوناته إيه؟ المنهج كان مكوناته كما يلي الفصل الأول اللي هو مهية وطبيعة الأساليب الكمية الفصل ده كان قراءة حضرتك مش داخل معنا في الامتحان النهائي إن شاء الله الفصل الثاني خدنا البرمجة الخطية إزاي بنصيف مشكلة البرمجة الخطية وإزاي بنحل المشكلة دي بيانيا فالفصل ده معنا بالكامل الفصل الثالث خدنا البرمجة الخطية أسلوب السيمبلكس وخدنا في الفصل الثالث إزاي باستخدم إسلوب السيمبلكس في حل مشاكل تعظيم الربح ومشاكل تدنيه التكاليف فده الفصل معنا الفصل الرابع اللي هو السياغة السنائية لنموذج البرمجة الخطية فده قراءة على حضرتك برضو مش داخل معنا في الامتحان الفصل الخامس تحليل الحساسية في البرمجة الخطية ده أيضا قراءة لحضرتك الفصل السادس وده من الفصول المهمة جدا اللي هو تحليل سلاسل مركوف وده احنا خدنا الفصل ده بالكامل الفصل السابع نظرية القرارات وده أيضا خدناه بالكامل الفصل الثامن نظرية المباريات وده خدناه بالكامل على مدار محضرتين الفصل التاسع اللي هو نماذج تحليل شبكات الأعمال تحليل العلاقة بين وقت وتكلفة تنفيذ المشروع أنا حقا كنت ناويدي لك الفصل بالكامل بس أنا اكتفيت بالجزء الأول اللي احنا خدناه في المحاضرة الحداشر اللي هو استخدام اسلوب المسار الحرك CBM في تحليل العلاقة بين وقت وتكلفة تنفيذ النشاط أما استخدام اسلوب بيرت تقييم ومراجعة البرامج بيرت في تحليل العلاقة بين وقت وتكلفة تنفيذ المشروع فده قراءة على حضرتك يعني أنا في الفصل التاسع خدت الجزء الأول بس اللي هو استخدام اسلوب المسار الحرك في تحليل العلاقة بين وقت وتكلفة تنفيذ المشروع ان شاء الله دلوقتي هبدأ أحل مع حضرتك في البداية امتحان المتر العام الماضي اللي هو عام 2019 فالامتحان كان مكون من 13 عبارة هستعرض مع حضرتك الامتحان كما يلي في البداية اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الواردة عقب كل سؤال مع وضع إجابتك في ورقة التصحيح الإلكتروني الامتحان دي أنا نزلته لحضرتك بي دي اف على الجروب بتاعنا على الفيسبوك فياريت حضرتك تتابع معي هنحل الامتحان إزاي العبارة الأولى بتفكر شركة أنس مصطفى لإنتاج المواد الغذائية في إنتاج نوعان من الماكرونا وقد أوضحت الدراسات أن الوحدة من النوع الأول تحتاج إلى 3 من 10 كيلو دي أما الوحدة من النوع الثاني فتحتاج إلى 2 من 10 كيلو دي وقد كان تشغيل الوحدة من النوع الأول في قسم الإنتاج بيحتاج إلى 1 من 10 ساعة عمل بينما تحتاج الوحدة من النوع الثاني 15 من 10 ساعة عمل في قسم الإنتاج فإذا كانت كمية الدقيق المتاحة أسبوعيا هي 100 كيلو وأن ساعات العمل المتاحة أسبوعيا هي 35 ساعة عمل كما أن ظروف السوق أوضحت أن الانتاج من النوع الأول يجب أن يكون على الأقل معادلة ل70% من مجمال الانتاج من النوعين الأول والثاني فإذا كان ربح الوحدة من النوع الأول 1 من 10 جنيه وربح الوحدة من النوع الثاني 5 من 10 25 من 100 يعني ربع جنيه في البداية خلاص قبل ما تبدأ تحل التمرين ده لابد تكون عارف أن أنا هطلب من حضرتك صياغة المشكلة في شكل نموذج البرمجة الخطية هفكر حضرتك نحن كنا بنعمل إيه الأول كنا بنعمل الأول حاجة بحدد اتجاه دلة الهدف من الواضح طالما أضيت لحضرتك ربح الوحدة من النوع الأول وربح الوحدة من النوع الثاني باتجاه دلة الهدف هي تعظيم الربح كنا الخطوة التانية كنا بنحدد المتغيرات الواجب اتخاذ قرار بشأنها هفترض أن سين واحد عدد الوحدات المنتجة من النوع الأول من الماكرونة وسين اتنين عدد الوحدات المنتجة من النوع الثاني من الماكرونة يبقى أنا بدأت أول حاجة عملتها حددت اتجاه دلة الهدف اللي هي تعظيم ربح تاني حاجة عملتها حددت المتغيرات الواجب اتخاذ قرار بشأنها فافترضت أن سين واحد عدد الوحدات المنتجة من النوع الأول وسين اتنين عدد الوحدات المنتجة من النوع الثاني نروحوا بقى تصيغي المشكلة خالص قبل ما تبصت على الاختيارات اللي أنا بدأ لحضرتك المشكلة ده عشان أسخها لابد يكون عندي دلة هدف ويكون عندي القيود نروح الأول نصيغ دلة الهدف للمشكلة دية دلة الهدف بمنطقة البساطة هتبقى تعظيم ره بتساوي ربح الوحدة من النوع الأول كان واحد من عشرة يبقى واحد من عشرة سين واحد ربح الوحدة من النوع الثاني كان 25 من 100 يبقى 25 من 100 سين اتنين وبناء عليه أصبحت دلة الهدف واحد من عشرة سين واحد زائد 25 من 100 سين اتنين دي دلة الهدف لو انت بصيت في المشكلة هتلاقي المشكلة دي فيها سلاسة أنواع من القيود القيد الأول قيد المتاح من الدقيق القيد الثاني قيد المتاح من ساعات العمل القيد الثالث قيد زروف السوق تروح تصيغ القيد الاول اللي هو قيد المتاح من الدقيق هتلاقي ان الوحدة من النوع الاول بتحتاج 3 من 10 كيلو دقيق يبقى اقول له القيد المتاح من الدقيق يبقى 3 من 10 سين واحد كما ان الوحدة من النوع التاني بتحتاج 2 من 10 كيلو دقيق يبقى زائد 2 من 10 سين 2 تروح لكمية الدقيق المتاحة هتلاقي كمية الدقيق المتاحة اسبوعيا ميت كيلو متاحة دي كلمة متاحة دي معناها اتجاه المتباين هيبقى ايه بقى اقل من او ايه او يساوي يبقى اقول له القيد المتاح من الدقيق هيبقى عبارة عن ايه تلاتة من عشرة سين واحد زائد اتنين من عشرة سين اتنين اقل من او تساوي مية وده كان السؤال الاول لحضرتك فمن واقع البيانات السابقة فان قيد المتاح من الدقيق يتمثل فيه احنا اتفقنا بأنه هو عبارة ان ايه تلاتة من عشرة سين واحد زائد اتنين من عشرة سين اتنين اقل من او او تساوي مية يبقى تروح تدور في الاختيارات هتلاقي في الاختيارات اللي عندك الاختيار به ده بيعبر عن قيد المتاح من الدقيق اللي هو تلاتة من عشرة سين واحد زاد اثنين من عشرة سين اتنين اقل من او تساوي مية هطلب من حضرتك في المطلوب التاني ان انت تجيب لي قيد المتاح من ساعات العمق ارجع معي للاساس المشكلة هتلاقي ان الوحدة من النوع الاول بتحتاج في قسم الانتاج واحد من عشرة ساعة عمق يبقى واحد من عشرة سين واحد يبقى قيد المتاح من ساعات العمق هيساوي واحد من عشرة سين واحد في حين ان الوحدة من النوع التاني بتحتاج الى خمستاشر من مية ساعة عمق في قسم الانتاج يبقى زاد خمستاشر من مية سين اتنين عدد ساعات العمل المتاحة اسبوعيا خمسة وتلاتين ساعة عمل وبناء عليه يبقى القيد التاني قيد المتاح من ساعات العمل هيبقى عبارة عن واحد من عشرة سين واحد زائد خمستاشر من مية سين اتنين اقل من او تساوي خمسة وتلاتين وده هتبقى العبارة التانية اللي هورها لك دلوقت طيب القيد التالت في المشكلة دي هو الاخير اللي هو قيد ظروف السوق اقرأ كويس كده بقى كما ان ظروف السوق اوضحت ان الانتاج من النوع الاول الانتاج من النوع الاول عدد الوحدات المنتاجة من النوع الاول اسمها سين واحد يبقى انك بتقول سين واحد كمك يجب ان يكون على الاقل كلمة على الاقل دي باتجاه المتبينة ايه اكبر من او ايه اكبر من او يساوي معادلا سبعين في المية من اجمال الانتاج من النوعين الاول والثاني معنى ذلك ان نقيد ظروف السوق هيكون سين واحد اكبر من او تساوي سبعين من مية او سبعين في المية افتح قصبها سين واحد زائد سين اتنين لان انا بقول لك ظروف السوق بتقول ان الانتاج من النوع الاول اللي هو سين واحد يكون على الاقل يبقى اكبر من او ايه يساوي سبعين في المية من اجمال انتاج النوعين يبقى سبعين في المية من سين واحد زائد سين اتنين تعال اوريلك العبارة الثانية والثالثة في المشكلة دية العبارة التانية في مشكلة شركة انت مصطفى فان واحد من عشر سين واحد زائد خمستاشر من مية سين اتنين اقل من او تساوي كام خمسة وتلاتين وبناء عليه الاختيار الصح هيكون جيم نروح للعبارة التالتة احنا خلاص جاوبناها في نفس الشركة قيد ظروف السوق هيتمثل فيه قلت لك قيد ظروف السوق هيتمثل فيه احنا جاوبناها مع بعض هتقول ان سين واحد اكبر من او تساوي سبعين من مية مضروبة في سين واحد زائد سين اتنين وبناء عليه الاختيار الصح هيكون مين هيكون قلي قبل ما تبص على الاختيارات في الامتحان الالكتروني روح حل المشكلة كانت مشكلة هتحلها في ورقة عادية امتحان يدوي وبعدين تعال اشوف الاختيارات عشو ما تطلقبطش نفسك وما تاخدش معاك وقت ده كده كان المشكلة الاولى اللي هي كيفية صياغة مشكلة البرمجة الخطية عبارة رقم من اربعة لغاية نهاية الامتحان كنت بتكلم على مشكلة حل مشكلة البرمجة الخطية باستخدام طريقة السيمبليكس او اسلوب السيمبليكس الجدول التالي بيعبر عن احدى مراحل الحل بطريقة السيمبليكس لشركة رودينا اديت لحضرتك الجدول اللي قدام حضرتك ده طبعا فيه خانات فضية حضراتك هتكملها و تعال اشوف الاول اول ما تشوف الجدول ده هتعمل ايه اول حاجة لابد تروح تكمل الجدول ده عشان اكمل الجدول ده هقول له اه دي ميم اسمه ميم ايه ميم زين دي معاملات دالة الهدف طيب وانت لسه في معاملات دالة الهدف شوف كده فيه متغيرات وهمية ولا لا لقيت متغير وهمي اللي هو مين وهو واحد قيمة معاملاته في دالة الهدف بسالب ايه بسالب ميم يبقى المشكلة اللي قدام حضرتك ده مشكلة تعظيم ولا تدنية مشكلة تعظيم لان عشان تحدد المشكلة مشكلة تعظيم ولا تدنية الفيصل هو المتغير الوهمي اذا كانت قيمة معامل او معامل قيمة معامل المتغير الوهمي في دلة الهدف بسالب ميم اذا المشكلة اللي قدامنا مشكلة تعظيم اذا كانت بموجب ميم يبقى المشكلة اللي قدامنا مشكلة تدنية هي هنا قدامنا سالب ميم يبقى المشكلة دي مشكلة تعظيم طب لما تيجي تكمل الجدول انا عند المتغيرات الاساسية مين عين واحد وسين اتنين القاعدة بتقول اللي انا قلتها لحضرتك في المحاضرة ان المتغيرات الاساسية تكون معا مصفوفة الوحدة صح يبتتروح عند عين واحد تقطحها مع عين واحد بواحد وتقطحها مع المتغير التاني اللي هو المتغير الاساسي التاني اللي هو سين اتنين بصفر وتقطح سين واحد مع سين اتنين مع سين اتنين بواحد وتقطحها مع عين واحد بصفر يبقى انا كده كملت المصوفة الوحدة هي اللي كملت لمن الجدول ده وبعدين تروح تجيب لام زين والصف الاخير ميم زين ناقص لام زين خلاص ما عندش عندك مشكلة انا عرفت دلوقتي ان المشكلة دي مشكلة ايه تعظيم السؤال التاني اللي هسأله لك الاول الجدول ده ترتيبه الكامل الجدول ده ترتيبه الكامل عشان تعرف ترتيب الجدول روح بص للمتغيرات الاساسية هتلاقي عندي عين واحد وده متوقع طالما عين واحد يبقى ده كان مثلا المتغير العاطل اللي احنا تم اضافته في القيد الاول ولقيت سين اتنين طالما ظهرت سين اتنين او سين واحد يبقى معنى ذلك كان المفروض يبقى ما كان سين اتنين هنا لو ده جدول الحل المبداي كان المفروض يبقى فيه وا واحد طيب بما ان وا واحد مش موجودة يبقى ده جدول رقم كامل جدول رقم اتنين يبقى ده جدول الثاني تروح تحط هنا ربح الوحدة وتحط هنا ربح الوحدة عين واحد ربحها بكام من معاملات دلت الهدف بصفر وسين اتنين ربحها بكام بواحد تروح تحط هنا واحد وتكمل الجدول طيب عشان تجيب لام زين هتضرب اتنين في صفر زائد اتنين في واحد هتطلع بكام هتطلع باتنين طيب الصف الاول كله هتبقى الناتج بتاعه صفر لان ربح الوحدة من عين واحد بصفر يبقى انت تركز على الصف الثاني نص في واحد بكام بنص واحد في واحد بكام بواحد صفر في واحد بصفرة سالب نص في واحد بسالب نصة نص في واحد بكام بنص انا كده جبت ميم جبت لام زين تروح تجيب لي ميم زين ناقص لام زين ميم زين ناقص لام زين طيب حوري لك الجدول انا مكمله لك دلوقتي قبل من ابدأ في حل التمرين او نشوف التمرين هيجي بيجي الالكترون ازاي بقول لك فبعد استكمال بيانات الجدول الصابق استكملناها خلاص بيتضح ان اتجاه دلت الهدف قلت لك دلت الهدف اين اي بقى تعظيم ربح وترتيب الجدول ده الجدول الايه والجدول الثاني طيب يبقى الاختيار الصح مين الاختيار الصح بيه ان المشكلة دي مشكلة تعظيم ربح والجدول ده ترتيبه جدول السيمبيليكس الثاني نروح للعبارة اللي بعد كده بقول لك في مشكلة شركة رودينا اللي هي معانا ديت فان المتغير سين اتنين سين اتنين ركز معايا يعد متغير ايه المتغيرات في جدول السيمبيليكس عندي نوعان من المتغيرات يكون متغير اساسي واساسي يكون اساسي انت لو ظهر في عمود المتغيرات الاساسية لو ظهر في عمود المتغيرات الايه الاساسية وباقي المتغيرات التي لا تظهر في عمود المتغيرات الأساسية فهي متغيرات غير أساسية قيمتها بصفر قيمتها بايه بصفر يعني في الجدوى اللي قدامي ده عين واحد متغير أساسي قيمته بكام باتنين بتجيب قيمته منين من عمود قيم متغيرات الحل طب سين اتنين متغير أساسي قيمته بكام باتنين طيب سين واحد متغير ايه غير أساسي قيمته بكام بصفر فيه واحد متغير غير اساسي قيمته بايه بصفر وهو واحد متغير غير اساسي قيمته بايه بصفر يبقى عندي الخمس متغيرات الموجودين في المشكلة دية اتنين متغيرات اساسية وهي المتغيرات التي ظهرت في عمود المتغيرات الاساسية اللي هي عين واحد وسين اتنين وعرفت ان عين واحد قيمته بكام باتنين وسين اتنين قيمته بكام باتنين اما باقي المتغيرات اللي هي سين واحد وفيه واحد و 1 فدي متغيرات غير أساسية قيمتها دايما بصفر دايما كده الجدول السيمبليكس المتغيرات الأساسية بجيب قيمتها من عمود قيم المتغيرات الحل أما المتغيرات غير الأساسية فقيمتها بصفر يبقى في المشكلة دي بقولك فإن المتغير الأساسي يعد متغير أساسي قيمته كام قيمته تساوي 2 اهو يبقى الاختيار الصح جيم ان المتغير سين اتنين متغير اساسي وقمته كام بي اتنين انا جد في استيرايد اللي بعد كده كملت لك الجدول ده حشان هنشتغل عليه اهو يبدأ تكبيلت الجدول عرفت ان انا جيت عند عين واحد وسين اتنين كملت الجدول من خلال قعدة مصفوفة الوحدة ان المتغيرات الاسية بتكون مع المصفوفة الوحدة ودي لام زين ضربت الاتنين اتنين في صفر زايد اتنين في واحد خلاص اتفقت معاك ان الصف الاول ده كله الناتج بتاعه ابه بصفر لان ربح الوحدة هنا بصفر يبقى اتنين في واحد باتنين نص في واحد بنص واحد في واحد بواحد صفر في واحد بصفر سالب نص في واحد بسالب نص نص في واحد بنص وبعدين روحنا جبنا الصف الاخير اللي هو ميم زين ناقص لام زين عبارة عن ايه ميم زين اهي يبقى اتنين ناقص اه نص بتلاتة بتلاتة على اتنين واحد ناقص واحد بصفر وصفر ناقص صفر بصفر صفرة اهي ناقص سالب نص يبقى موجة بنص سالب ميم ناقص نص يبقى سالب ميم ناقص نص وبعدين تيجي تفحص عمود قصد صف الاخير في الجدول ده اللي هو ميم زين ناقص لام زين لو انت بسيت معايا في الصف الاخير في الجدول السؤال اللي هسأله لحضرتك هل الجدول ده جدول حل امسل؟ انا كنت بصل للحل الامسل في حالة مشكلة التعظيم لما تكون كل القيم صفرية قيم المتغيرات الصف الاخير ده صفرية او سالبة طب انا لقيت قيمة موجبة عند المتغير السين واحد اللي هي ثلاثة واثنين من عشرة وقيمة موجبة عند المتغير فيه واحد اللي هي نص يبقى معنى ذلك ان هذا الجدول ليس هو جدول الحل الامسل طيب كنا بنعمل ايه بعد كده؟ بحدد المتغير الذي سيدخل الحل المتغير الذي سيدخل الحل في حالة مشكلة التعظيم هو المتغير الصاحب اكبر قيمة موجبة في الصف الاخير ميم زين ناقص لام زين حتقارن بين الثلاثة واثنين من عشرة والنص من الاكبر حتقارن بين الثلاثة واثنين من عشرة والنص من الاكبر الثلاثة واثنين من عشرة معنى ذلك ان المتغير كان سيدخل الحل ويطلق على عمود المتغير سين واحد ده عمودي لايه؟ البقرة طيب يبقى المتغير اللي هي سيدخل الحل دي؟ ده سؤال من دمن العبارات الفيخ hab 진ى بعد كده بس تخليناها ونشتغل على جدوى يبقى دلوقتي في العبارة رقم سبعة مثلا سألت حضرتك تحديد المتغير اللي سيدخل الحل يبقى المتغير مين بقى سين واحد ويطلق على عمود سين واحد عمود البقرة ويطلق على عمود سين واحد عمود البقرة طيب حددت المتغير اللي سيدخل الحل لابد أحدد المتغير اللي سيترك الحل عشان تحدد المتغير اللي سيترك الحل كنت أحروح أقسم الأرقام الموجودة في عمود قيم متغيرات الحل على الأرقام المقابلة في عمود البقرة يبقى عندي عين واحد هتقسم اتنين على اتنين النتج بكام بواحد وعندي سين اتنين هتقسم عندي سين اتنين هتقسم اتنين على نص النتج بكام باربعة القاعدة بتقول عشان أحدد المتغير الذي سيترك الحل هو المتغير صاحب اقل ناتج قسمة موجة عندي عين واحد ناتج القسمة بواحد وعندي سين اتنين ناتج القسمة باربعة يبقى من اللي هترك الحل عين واحد وبناء عليه عين واحد سيترك الحل وصف عين واحد ده بنسميه صف البرة ودي كانت العبارة التمانية لحضرتك تحديد المتغير اللي هي سيترك الحل طيب كنا بنعمل ايه بعد كده عشان نعمل جدول السيمبليكسس ثالث كنت باجيب قيم صف المتغير الذي سيدخل الحل طب ومين المتغير اللي هيدخل الحل هنا سين واحد مين المتغير اللي هي سيدخل الحل اللي هو سين واحد عشان تجيب قيم صف المتغير سين واحد هتعمل ايه هتقسم قيم المتغيرات الخاصة بقيم المتغير اللي سيترك الحل اللي هو عين واحد على رقم البقرة رقم البقرة هنا كام اتنين اللي هو نقطة تقاطع صف البقرة اللي هو عين واحد مع عمود البقرة اللي هو سين واحد يبقى هتقسم عشان تجيب قيم المتغير سين واحد هتقسم اتنين على اتنين اللي هي رقم البقرة هتقسم اتنين على اتنين هتقسم اتنين على اتنين هتقسم صفرة على اتنين هتقسم واحد على اتنين هتقسم واحد على اتنين اللي هو رقم البقرة هتقسم سالب واحد على اتنين وبناء عليه دي كانت العبارة رقم تسعة قيم صف المتغير الذي سيدخل الحل اللي هو سين واحد عبارة عن هتوصلها ازاي قيم صف المتغير الذي سيترك الحل هو عين واحد مقسومة على رقم البقرة اللي هو اثنين هتطلع قيم المتغير سين واحد اللي سيدخل الحل بالترتيب كده هرايا واحد واحد سفر نص نص سالب نص يبقى قيم المتغير سين واحد اللي سيدخل الحل قيم صف المتغير اللي سيدخل الحل هتطلع كام واحد في جدول السيمبليكس التالت بقى واحد واحد صف نص نص سالب نص ده كانت العبارة تسعة طيب بقى ايه عشان اعمل جدول السيمبليكس التالت ان انا اجيب قيم صف المتغير سين اتنين في جدول السيمبليكس التالت كنا بنجيبوها ازاي كنت بتاخد قيم صف المتغير سين اتنين في جدول السيمبليكس التاني اللي هو دلوقتي الحالية اللي هي اتنين ونص وواحد وصفر وسالب نص ونص اللي هي القيم ديت وبعدين تطرح منها حاجتين حاصل ضرب حاجتين كنت بتقول القانون كان بقول ايه عشان حدد قيم صف المتغير سين اتنين في جدول السيمبليكس التالي اللي هو جدول السيمبليكس التالي كنت بتاخد قيم صف المتغير سينة 2 في الجدول الحالي الى هو جدول السنبلكس التانى ناقص رقم تقاطع سينة 2 مع عمود البقرة سينة 2 مع عمود البقرة تقاطع في كم عمود البقرة ها يجب rather than 2 تقاطع مع عمود البقرة في نص مضروف في الأرقام المقابلة في صف المتغير سينة 1 اللي سيدخل الحال وبناء عليه قيم صف سينة 2 القديمة اللى انت هتجتم معا لك ده عمودي اتنين نص واحد صفر سالب نص 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 نقط رقم تقاطع سين اتنين مع عمود البهرة ما هو نص يبقى نص يبقى نص دي موجودة في كل الحالات طيب الارقام المقابلة بقى يبقى انت اول حاجة اول اول رقم في صف سين اتنين في الجدول السيمبليكس التالت عبارة حتجيبها ازاي اتنين ناقص افتح قوس نص في واحد حتسوي تلاتة على اتنين الرقم التاني يبقى نص ناقص افتح قوس نص مضروبه في واحد يبقى سفر الرقم التالت يبقى واحد ناقص افتح قوس نص مضروب في سفر يبقى واحد الرقم الرابع سفر ناقص افتح قوس نص مضروب في نص بتسوي سالب ربح الرقم الخامس سالب نص ناقص افتح قوس نص فيه نص بتساوي سالب 3 على 4 الرقم الأخير نص ناقص افتح قوس نص فيه سالب نص هيتساوي 3 على 4 وبناء علىه أصبحت قيم وبناء علىه أصبحت قيم صف سين 2 في جدول السيمبليكس الثالث بالترتيب كده. ثلاثة على اثنين. صفر. واحد. سالب ربع. سالب ثلاثة على اربعة. موجب ثلاثة على اربعة. انا كده احتوق خلاص كونتي جدول السيمبليكس الثالث. تعال بس نشوفوا العبارات اللي انا بتقول لك عليها الاول. العبارة رقم ستة. في مشكلة شركة رضينا السابقة فان المتغير سين واحد. يعد متغير ايه? اتفقت معاك سين واحد متغير غير اساسي. وقيمة هذا المتغير تسوي كام? سفر. طيب. العبارة رقم سبعة. يبقى الاختيار الصحي هنا الف. العبارة رقم سبعة. في مشكلة شركة رضينا حددنا المتغير اللي هزا سيدخل الحل. مين هو المتغير اللي هدخل الحل? انا اتفقت معاك ان هو سين ايه? سين واحد. يبقى الاختيار الصحي مين? الف. ده انا بقول لك على حاجات احنا حال انها على الصليد اللي فاتت. طيب العبارة رقم تمانية. عشان احدد المتغير اللي هزا يترك الحل. اتفقنا مين هترك الحل? عين واحد. يبقى الاختيار الصحي مين? دال. في العبارة رقم تسعة. عشان نحدد قيم صف المتغير اللي هزا يدخل الحل اللي هو سين واحد. حددتها انا حضرتك. طلعت كام? افكرك انا. طلعت واحد واحد صف نص نص سالب نص. روح ضعف الاختيارات على اللي انا قلته لحضرتك. هتلاقي الاختيار الصحي هو دال. العبارة رقم عشرة. عشان نحدد قيم صف المتغير سين اتنين في جدول السيمبليكس الجديد. انا اتفقت مع حضرتك انها طلعت كام? هفكر حضرتك تاني. تلاتة على اتنين. صفر واحد. سالب ربعة. سالب تلاتة على اربعة. تلاتة على اربعة. يبقى الاختيار الصحي مين? الاختيار الصح جين. انا كده احتبر كونتي جدول السيمبليكس. ناقص لبس اجيب الصفين لمزين وميمزين ناقص لمزين. طيب. العبارة رقم حضاشر. في الانتحان دك هتعبار عن ايه? في مشكلة شركة ردينة السابقة. فان قيمة دلة الهدف في جدول السيمبليكس الحالي كام? قيمة دلة الهدف انت بتجيبها منين? من عمود لام زين تحت من صف لام زين تحت عمود قيم متغيرات الحال. هتلاقها باتنين. يبقى قيمة دلة الهدف بكام? باتنين. يبقى الاجابة الصحة. طيب. ادي جدول السيمبليكس التالت ان احنا كوناها. انا حبيت احطه قدام حضرتك. اهو. ادي قيم المتغير سين واحد. الربح الوحدة هنا بكام? باتنين. الربح سين واحد باتنين. واضي قيم صف المتغير اللي سيدخلوا الحل ان احنا حسبناها. واضي قيم سين اتنين في الصف الجديد. رحنا جبنا لام زين. بتجيبها ازاي? هتضرب واحد في اتنين. زائد ده. تلاتة على اتنين في واحد. هتطلع بسبع على اتنين. وبعدين واحد في اتنين. زائد صفر في واحد. هتطلع باتنين. وبعدين صفر في اتنين زائد واحد في واحد. وبعدين نص في اتنين. زائد سالب واحد على اربعة في واحد. هتطلع موجب تلاتة على اربعة. وبعدين نص في اتنين. زائد سالب تلاتة على اربعة في كام? في واحد. هتطلع موجب واحد على اربعة. هتضرب سالب نص في اتنين. زائد تلاتة على اربعة في واحد. هتطلع سالب واحد على اربعة. وبعدين انتوا روح تجيب ميم زين ناقص لام زين. يبقى واحد اه اتنين ناقص اتنين بصفر. واحد ناقص واحد بصفر. وصفر ناقص ثلاثة على اربعة بميناس ثلاثة على اربعة. وصفر ناقص ربعة بسالب واحد على اربعة. وسالب ميم ناقص سالب ربعة. يبقى سالب ميم زائد ربع. ما تنساش ان في الجدول ده في قاعدة اساسية بتقول ايه? قاعدتين. القاعدة الاولى من المتغيرات الاساسية لابد ان تكون معا المصطوفة الوحدة. اذا المتغيرات الاساسية وهذا مصطوفة الوحدة. اللي هي سين واحد وسين اتنين. وقيم المتغيرات الاساسية سين واحد وسين اتنين في الصف الاخير لابد تكون بكام? بصفر. احنا كده كوننا الجدول. هطلب من حضرتك في العبارة الاثناشر. هطلب من حضرتك. في السلاد اللي جاي على طول. هطلب من حضرتك في مشكلة شركة رودينا السابقة وعند الوصول لجدول السيمبليكس الجديد فإن قيمة دلت الهدف في ذلك الجدول بكام اهي قيمة دلت الهدف بتجيبها هذه صف في لمزين تحت عمود قيم المتغيرات اللي هي 7 على كام 7 على 2 العبارة الأخيرة في المشكلة دي في مشكلة شركة رودينا السابقة وعند الوصول لجدول السيمبليكس الجديد فإن قيمة سين 2 تسوي كام 3 على 2 وقيمة سين واحد بواحد قد العبارة اتنشر والعبارة تلات عشر يبقى الاجابة الصحة هنا به في العبارة اتنشر والاجابة الصحة في العبارة تلات عشر ب تلاتة على اتنين وواحد قيمة المتغير سين اتنين بثلاتة على اتنين وقيمة المتغير سين واحد بواحد دي كان امتحان الميت تيرم العام الماضي تعال ما هراجع مع حضرتك الفصل السابع وهو مظرية القرارات من خلال هناخد جزء فيه في المحاضرة دي جزء ان شاء الله في المحاضرة اللي جايه ارادت من نطالله ركز معي صاحبة احدى المصانع زيادة ارباح المصنع وكان لديها اربعة بدائل فاذا كانت العوائد المتوقعة من هذه البدائل في ظل اربع حالات متوقعة للطبيعة موضحة في الجدول التالي الشركة دي كان عندها اربع بدائل انها تزود الانتاج او اضافة منتجات جديدة او البديل التالت تقليل عدد المنتجات او بيع المصنع وعندها اربع المشكلة دي فيها اربع حالات مستقبلية حاه واحد وحاه اثنين وحاه تلاتة وحاه اربعة يبما انت لو بصيت حضرتك ليه المشكلة اللي قدامك دي المشكلة في البداية وبعدين انا هشرع لحضرتك الاول التمرين ده وبعدين هباين لحضرتك لو احنا جبنا التمرين ده مثلا الاكتروني هنجيبوه ازاي طلبت من حضرتك اذا كانت منك الله في التمرين ده اذا كانت منك الله لا تعرف او لا تعلم احتمالات حدوث الحالات المستقبلية الاربعة حاه واحد وحاه اثنين وحاه ثلاثة وحاه اربعة فما هو البديل الامثل في ظل معيار اقصى الاقصى يبنا تعالى نشوف المطلوب الاول اذا كانت منك الله لا تعرف ما هي احتمالات حدوث هذه الحالات المستقبلية فما هو البديل الامثل في ظل طالما لا تعرف احتمالات الحدوث يبنا نشتغل في ظل لحالة عدم التأكد المعيار الاول معيار اقصى الاقصى اللي هو المتفائق والمعيار التاني معيار الاسف او الندم معيار اضنى الاقصى طيب ده المطلوب الاف المطلوب به اذا كان الجدول السابق الخاص بمصنع منت الله تشير الارقام به الى تكلفة بدلا من ربح فما هو البديل الامثل في ظل معيار اقصى الاقصى المتفائق المطلوب التالت بفرض ان منطلاء استطاعت تحديد احتمالات حدوث الحالات المستقبلية اللي هي حاة واحد وحاة اثنين وحاة ثلاثة وحاة اربعة وكانت على النحو التالي خمسين من مية عشرين من مية عشرين من مية عشر من مية على التولي فباستخدام طريقة القيمة او العائد المتوقع فما هو البديل الامس يبقى هنا هتطبق اتخاذ القرارات في ظل ظروف الخطر هستخدم طريقة القيمة المتوقعة في تحديد البديل الامس طالما عند احتمالات حدوث الحالات المستقبلية وبعد المطلوب اللي بعد كده ما هي قيمة المعلومات الكاملة من جدول الارباح يبقى تعالى معي الاول حضرتك للمطلوب الاول ازاي احدد البديل الامس في حالة استخدام معيار اقصى الاقصى اللي هو المتفائل اذا كانت الارقام اللي هو البديل الاف المطلوب الاف اذا كانت الارقام عندي ارقام ربح طيب اهو تحديد البديل الامسل في ظل معيار اقصى الاقصى اللي هو المتفائل كنا بنعمل جدول مش دي قدل المعطيات التمرين نفسه صح جا اهيه وبعدين كنا بنضيف عمودين العمود الاول اقصى نتيجة في كل بديل افضل نتيجة في كل بديل افضل نتيجة في البديل الاول قارن بين الارباح ارقام دول افضل رقم كام افضل رقم هنا كام تلاتة وتلاتين افضل رقم هنا كام تلاتة وتلاتين افضل رقم هنا كام تسعة وتلاتين وبعدين تروح تضيف عمود تاني اقصى الاقصى عشان ده متخز القرار متفائل اقصى الاقصى افضل رقم اتقارن بين اتنين واربعين و تلاتة وتلاتين و تلاتة وتلاتين و تسعة وتلاتين من الاكبر فيهم الاتنين واربعين اذا وفقا لمعيار اقصى الاقصى يعتبر البديل الاول اللي هو بديل زيادة الانتاج هو البديل الامن ده الشق الاول من المطلوب قليلا البديل الامن presa الامن هنا في ظل معيار اقصى لأقصى اللي هو بديل زيادة الانتاج sow moon في الشق التاني الان من المطلوب الامن قلت لك طب لو استخدمت منها الطلاد دي معيار الاسف او الندم اللي هو معيار ادنى الاقصى عشان استخدم معيار الأسف أو الندم أو معيار أضنى الأقصى فكان لابد نعمل إعداد مصفوفة خسارة الفرصة البديلة التفاكر كنا بنحسوبها ازاي بتروح لعمود قيم الحالات المستقبلية روح للعمود الأول اللي هو أحد واحد أفضل قيمة هنا كام العمود الأول كان فيه الأرقام اللي فيه 42, 33, 27, 24 أفضل رقم فيهم كام هنا 42 اطرح منه بقر أرقام الجدوى وبنان عليه حتطلع صافي خسارة الفرصة البديلة في ظل الحالة المستقبلية الأولى اللي هي حق واحد بالترتيب كده 42 ناقص 42 بصفر 42 ناقص 33 بتسعة 42 وهكذا بنفس الشيء بالنسبة لمن فيه حق 2 وحق 3 وحق 4 هتطلع جدول خسارة الفرصة البديلة عنده حضرتك اهو أنا هنا كان أفضل رقم هناك كان 42 طرحت منه بقية أرقام الجدوى بقى 42 ناقص 42 بصفر 42 ناقص 33 بتسعة 42 ناقص 27 بخمستاشر 42 ناقص 24 بخمستاشر طيب في عمود الحالة المستقبلية التانية لو رجحت الأساس الجدوى كان عند الأرقام 27 و30 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 أفضل رقم كام 30 يبقى 30 ناقص 27 بتلاتة 30 ناقص 30 بصفر 30 ناقص 30 بصفر 30 ناقص 30 بصفر طيب الحالة المستقبلية التالتة الأرقام كانت 30 24 30 33 أفضل رقم كام 33 يبقى 33 ناقص 30 بتلاتة 33 ناقص 24 بتسعة 33 ناقص 30 بتلاتة 33 ناقص 33 بصفر طيب في الحالة المستقبلية 4 كانت الأرقام بتاعتها في الجدول الأصلي جدول المعطياء 15 21 33 39 من الأفضل 39 يبقى 39 ناقص 15 ب24 39 ناقص 21 ب18 39 ناقص 33 ب6 39 ناقص 39 بصفر وبعدين كنا نخلي بالك معيار الأسف أو الندم اسمه معيار أدنى الأقصى يعني بتروح تجيب الحد الأعلى الأول في كل صف بتقارن الأرقام دي ببعض 0 و3 و23 و24 من الأعلى 24 نفس الشيء في الصف الثاني من الأعلى 18 في الصف الثالث من الأعلى 15 في الصف الرابع من الأعلى 18 وبعدين تاخد أدنى رقم فيهم اللي هو الحد الأدنى للحدود القصوى اللي هو كام 15 وبناء عليه بناء على تطبيق معيار الأسف أو الندم اللي هو معيار أدنى الأقصى حيكون البديل الأمثل هو بديل التالت اللي هو تقليل عدد المنتجات أهو كده أنا جاوبت الشق الأول من المطلوب اللي هو ألف في الشق به قلت لك بقى بفرض أن الجدول السابق هو جدول تكلفة فما هو البديل الأمثل في ظل معيار أقصى الأقصى لابد تكون فاهم لما أستخدم معيار أقصى الأقصى في حالة الربح في حالة التكلفة باستبدله بمعيار أدنى الأدنى أدنى لإيه؟ الأدنى يعني بجيب الأدنى وبعدين أخد أدنى رقم فيه طيب لما تيجي نطبق ده على الجدول بافتراض أن الأرقام دي تكلفة يبقى تروح تجيب أدنى نتيجة في كل بديل أدنى رقم هنا تقارن الـ 42 والـ 27 والـ 30 والـ 15 أدنى رقم كام؟ 15 هنا أدنى رقم كام في الصف الثاني 21 أو في البديل الثاني أدنى رقم في البديل الثالث كام؟ 27 أدنى رقم في البديل الرابع كام؟ 24 وبعدين تاخد أدنى الأدنى الأرقام دي أرقام تكلفة وهو متفائل فهو بيجيب أدنى نتيجة في كل بديل وبعدين ياخد أدنى الأدنى يبقى أدنى الأدنى عندي هنا كام؟ 15 وبناء عليه لو استخدمت المعيار أقصى الأقصى وكان الجدول ده جدول تكاليف يبقى البديل الأمثل هو الزيادة في الإنتاج نروحوا لي المطلوب جين في هذا التمرين بقول لحضرتك بفرض أن منة الله قد استطاعت تحديد احتمالات حدوث الحالات المستقبلية في ظل جدول الأرباح وكانت كما يلي 50% 20% 20% 10% يعني احتمال الحالة المستقبلية الأولى حا 1% 50% حالة المستقبلية الثانية حا 2% 20% الحالة المستقبلية الثالثة حا 23% الحالة المستقبلية الرابعة حا 4% 10% لابد يكون مجموحهم كامل أول لابد يتأكد من دي الأول 100% طيب لو جيت استخدم بها طريقة القيمة أو العائد المتوقع في تحديد البديل الأمثل هتروح تجيب القيمة المتوقعة لكل بديل فأصبحت القيمة المتوقعة البديل الأول اللي هو الزيادة في الإنتاج أهو عبارة عن إيه بتضرب 42 في نص زائد 27 في 20 من 100 زائد 30 في 20 من 100 زائد 15 في 10 من 100 هتطلع القيمة المتوقعة كامل للبديل الأول 33 وتسعة من 10 بنفس الطريقة هتروح تجيب القيمة المتوقعة للبديل إضافة منتجات جديدة هتطلع كام 29 و4 من 10 بنفس الطريقة هتروح تجيب القيمة المتوقعة للبديل الثالث اللي هو تقليل عدد المنتجات هيتطلع كام 28 و8 من 10 بنفس الطريقة هتروح تجيب القيمة المتوقعة للبديل الرابع اللي هو بيع المصنع هتطلع كام 28.5 وبعدين ده جدوى الأرباح ودي قيمة متوقعة للأرباح البديل الأفضل بالنسبة لي هو تقارن بين الأربع أرقام دول اللي هم 33.9 من 10 29.4 من 10 28.8 من 10 28.5 الأعلى فيهم كام 33.9 من 10 وبناء عليه البديل الأفضل في هذه الحالة هو مين هو بديل الزيادة في الإنتاج لأنه صاحب أكبر قيمة نقضية متوقعة لذلك فهو البديل الأمس طيب لو احنا عايزين بقى نجيب بس تركز معايا وانت لسه هنا القيمة النقضية المتوقعة للبديل الأمس اللي طلعت كامل اللي انت اخترته 33.9 من 10 مش هي دي قيمة المعلومات أو القيمة في ظل القيمة المعلومات في ظل المعلومات المتاحة طيب انت لو عايز تجيب قيمة المعلومات الكاملة هتعمل ايه؟ هتروح تجيب الأول عشان نحدد قيمة المعلومات الكاملة من جدول الأرباح لابد نحدد أولا القيمة المتوقعة في ظل المعلومات الكاملة عشان تحدد القيمة المتوقعة في ظل المعلومات الكاملة هتروح تشوف كل عمود من أعمدة الحالات المستقبلية عمود الحالة المستقبلية حق واحد أفضل رقم فيها كام؟ 42 تضربه في احتمال حدوث حق واحد اللي هو كام؟ اللي هو 50 عمود الحالة المستقبلية الثانية اللي هي حق ا2 أفضل رقم فيها كام؟ 30 في احتمال حدوث حق ا2 كام؟ 20 من 100 عمود الحالة المستقبلية التالتة حق تلاتة افضل رقم فيها كام تلاتة وتلاتين في احتمال حدوثها كام عشرين من مية طيب الحالة المستقبلية الرابعة افضل رقم فيها كام في ظل الاربع بدائل تسعة وتلاتين في احتمال حدوث الحالة المستقبلية الرابعة كام عشرة من مية هتطلع القيمة المتوقعة للمعلومات في ظل المعلومات الكاملة سبعة وتلاتين ونص طيب القيمة المتوقعة في ظل القيمة المتوقعة الأفضل بديل في ظل المعلومات المتاحة نلسه حزبينها دلوقتي اللي هي ككام 33.9 من 10 وبناء عليه قيمة المعلومات الكاملة هتساوي 37.5 ناقص 33.9 من 10 هتطلع كام 3.6 من 10 3.6 من 10 ده كان مراجعة سريعة على الجزء الأول من الفصل طيب افترض بقى ان انا جبت لحضرتك نفس التمرين بس في شكل امتحان الالكتروني تعال اذا كده هعرض لحضرتك اهو قدي نفس التمرين قدي معطيات التمرين اذا ارادت نفس الشركة وعدين فاذا كانت مننا طلع لا تعرف ما هي احتمالات حدوث الحالات المستقبلية فان البديل الامثل في ظل معيار اقصى اقصى كان ايه انت لو تفتكر معاك كان معيار ايه كان البديل الامثل مين ان انا بزود الايه بزود الانتاء اهو يبا انا بروح احل واختار البديل الاول اللي هو الزيادة في الانتاء طيب لو استخدمت معيار الاسف او الندم كان البديل الامثل مين لو تفتكر معاك حضرتك كان البديل اللي هو تقليل عدد المنتجات اهو نفس التمرين لو جبتولك الالكتروني انا بس بشرح لك اه لو جبتولك الالكتروني اجيبولك ازاي طيب بفرض ان الجدول السابق ان جدول تكلفة وهي استخدمت معيار اقصى اقصى فما هو البديل الامثل فما هو البديل الامثل اقصى اقصى في حالة الربح هو ادنى ادنى في حالة التكلفة كان البديل الامثل مين اللي هو البديل الاول الزيادة في الانتاج ده بناء على الحل ان احنا حلينه قبل كده طيب العبارة اربعة في نفس الحالة طيب لو الشركة دي استخدمت برضو الارقام دي كانت ارقام تكلفة بدل من الربح واستخدمت معيار الاحتمالات المتساوية معيار الاحتمالات المتساوية اللي انت بتجيب الوسط الحسابي لكل بديل في ظل الاربع حالات المستقبلية يعني مثلا على سبيل المثال في ظل البديل الاول اللي هو الزيادة في الانتاج هتجمع 42 زائد 27 زائد 30 زائد 15 تقسم على 4 البديل التاني 33 زائد 30 زائد 24 زائد 21 وتقسم على 4 وهكذا لما تحلها دي هيتطلع البديل الامثل بالنسبة لي اللي هو اضافة منتجات جديدة اللي هو اضافة منتجات ايه جديدة طيب العبارة رقم 5 بفرض انها عرفت احتمالات حدوث الحالات المستقبلية فباستخدام طريقة القيمة او العائد المتوقع من البديل الامثل الزيادة في الانتاج طيب اهو بفرض انها استطاعت تحديد احتمالات حالات المستقبلية فان قيمة المعلومات الكاملة من جدول الاربع نحن نصنع مطلعانها دلوقتي اللي هي 3 و 6 و 10 اهي بكده ده انا في المحاضرة دي تلاقي المحاضرة الثانية عشرة انا شرحت لحضرتك او بيلت لحضرتك محتويات المنهج بالكامل بشكل نهاي وحلت مع حضرتك امتحان الميتر من بتاع السنة اللي فاتت وكان امتحان الالكتروني ورجحت مع حضرتك جزء اول من الفصل السابع ان شاء الله هعمل لك محاضرة تانية المحاضرة الثالثة عشرة هستكمل معاك مراجعة الفصل السابع والفصل الثامن وهكذا وأوريك برضو حضرتك او أبين لحضرتك لو انا جبت لك الفصول دي لكتروني اجيبها لك ازاي زي ما عملت بحضرتك دلوقتي في الفصل السابع اتمنى ان انا كنت قدرت اوصل لكم حاجة والسلام عليكم ورحمة الله